بس بالغالبية، الغالبية الطاقة هون وهون طاقة نارية وطاقة مائية وطاقة هوائية، ممكن يكون أي برج تاني. عم شوف الشخص هاد واحد من الأسباب اللي مش عم تسمح له أنه يتقدم بالعلاقة أو بالتواصل بينكم أنه يمركز كثير على الهدف النهائي، أو يمركز كثير على الصورة الأكبر، لأنه ورق التحرك، فممكن هو عم يتحرك بسرعة وعم شوف أيضا طاقته نارية، فممكن حركته سريعة، ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه شخص متهور أو شخص مندفع باتخاذ قراراته، أيضا شخص حاد ممكن، يعني، يعني عم تحس أنه هو يحتاج بعض من التعاطف بشكل عام، تعاطف بالمشاعر، تعاطف بالعلاقة مع بعض، هو كثير أو هالشخص كثير بيركز على تحقيق أهدافه وطموحاته، يعني بيتقدم لتقدم، وبطريقه ممكن يجرح أشخاص، أنت بتحس هيك، أيضا هالشخص دفول كارد ممكن يكون أنت أنضج منه عقليا أو فكليا، لأنه دفول كارد شخص بيتبع يعني اللي بيحس فيه من جوا، ما بيكون فيه عنده خطة واضحة مرسومة يمشي عليها، أيضا هالشخص من النوع اللي هو إذا اشتغل، ما فيه عنده الصبر، فيه عنده طاقة، ولكن فيه عنده صعوبة بتوجيه الطاقة، لأنه كل ما بيجي يعني بيحاول يحط مجهور بإشي معين، إذا ما عاد عليه النتيجة اللي هو بده إياها بسرعة، هالشخص بيمل، بيركز على إشياء صعب أنك تجذب تركيز هالشخص أو تثبته في مطرح واحد، طاقته كتير فلكسبل، كتير هوائية كتير نارية يعني بيتحرك كتير، بتحسه بجميع المطارح شوي هون شوي هون شوي هون، ما فيه عنده خط واضح يمشي عليه، أيضاً عمشوفه مش كتير متحمس لفكرة الحب، ممكن يكون هالشخص إجاب عروض حب، وهو عم يفكر بإشياء بالماضي، أو ممكن طبيعة العلاقة بينكم، هالشخص مركز كتير على علاقاته اللي فشلت بالماضي، ومش عم يركز على اللي بيمر فيه حالياً، يعني ممكن هو مش سامح لحاله إنه يفكر بطبيعة العلاقة بينكم، لأنه مركز كتير على الأمور اللي صارت بالماضي، فدائماً كل ما بيفوت بعلاقة جديدة بالمستخدر، بيعود تفكيره إلى الماضي، يعني أوتوماتيك لي تلقائياً، بينغلق عاطفياً بأي علاقة جديدة، عم شوفه لكن، عم شوفك أنضج منه فكرياً، ممكن يكون في بينكم فرق بالسن، أيضاً ممكن يكون هالشخص أصغر منك بكدة سنة أيضاً، طيب، شو ممكن واحدة من الأسباب اللي أدت إلى الخلل بينكم، أو كيف ممكن تفهم شو هي المشكلة بينكم لحتى تعرف تصلحها؟ أغلبكم هافيت، أغلبكم ما في عندكم إيمان، وما في عندكم الثقة الكافية بالتواصل بينكم بالطرف الآخر، بشريك الآخر لحتى تسمحوا إنه العلاقة تطور إلى الأمان، عم شوف الأغلب منكم، في عدو صعوبة إنه يثق بالعلاقة مئة بالمئة، أو يعطيها اهتمامه مئة بالمئة، أيضاً، عم شوف إنه في شخص بينكم، هو متحكم أكتر بالأمور، أو في شخص بيحب السلطة أكتر من الشخص الآخر، الشخص بيحب هو اللي يكون متحكم للأمور، واحدة من الأسباب اللي أدت إلى الخلل بينكم، إنه في الطرف عم يحس إنه مظلوم، عم يحس إنه ما في توازن بالأخذ والعطاء، ويحس إنه هو اللي عم يعطي أكتر من الشخص الآخر، طبيعة العلاقة بينكم نارية كتير، يعني إنه في بينكم تجاذب كتير عالي، ولكن في شخص بيحب فرد السيطرة بالعلاقة، وبيحب هو اللي يكون متحكم، كنترول فيك الشخص اللي عم تتعامل معه، أو في طرف بينكم هو كنترول فيك، وبيحب التحكم كتير، طب نشوف خطوتك بالمستقبل، فينكس رايزنج، عم نشوف فينكس رايزنج هاي الكرت، بس توصل إلى نقطة الصفر، يعني بس توصل إلى الحضيد، هاي هي المرحلة اللي يعني ما عد فيه عندك، ما عد فيه يعني تنزل لتحت أكتر، أو تخرب عليك الأمور أكتر من هيك، اللي هي بتطلع أنت بتنطلق أو أمورك تتحسن، من بعد مرور فترة عصيبة أو عصيرة كتير، يعني هاي ممكن الورقة تكون ما بتعادل بالتاروت، ما بتعادل الويل الفورتشن، أو عجلة الحظ، عجلة المستقبل، فهاي هي اللي الشفت اللي راح تصير، أو الانتقال النقلة اللي راح تصير، فعمشوف بالمستقبل خطواتك القادمة، راح يصير فيها عندك نقلة، بالذات من ناحية المشاعر، لأنه الكرتين هون عندي، two of cups، night of cups، بعدين عندك the full، يعني عمشوفك أكتر بالمستقبل راح تاخد الأمور بعفوية أكتر، مش راح تكون كتير جدي بالأمور، بالذات بما يخص العاطفة، يعني راح تحاول إنك تكون flexible أو مرن أكتر، مشوف أيضا فيه اشتياق راح يصير، بالمستقبل راح تشتاق إلى شخص معين، أو راح تشتاق إلى طبيعة التواصل بينك وبين هالشخص، عندك بالكروت المستقبل كتير أوراق، فرح تكون، الأمور عندك من الناحية العاطفية راح تتغير كتير، أيضا عندك two of pentacles، فرح أنت بالمستقبل راح تنحط بموقف إنه لازم توازن بين شغلتين معينات، بين شيئين معينين، ممكن لازم توفق بين طبيعة هالعلاقة، يعني بين الشغل وبين العلاقة، فيه اشي راح تضطر إنك تحاول توازن وتوفق بينه، نشوف خطوات الحبيب في المستقبل، فهالشخص عم شوف إذا هو كان كتير كتوم، بالزات بناحية ما إنه يعبر عن مشاعه تجاهها، تجاهها العلاقة، أو يكون صريح بإنه يحكي فعلا شو هو اللي يحس فيه، عم شوفه أكتر رح يركز على هالإشي، أيضا عنده The Empress Card، هالشخصة أو هالإمرأة، إمرأة حنونة جدا، يعني في عندها تعاطف كبير، فعم شوف إنه هو بفترة الإنفصال للمنفصلين منكم، مثله كأنه رح يراجع أموره، لأنه أيضا عنده The Hangman، هي من الطاقة بتكون معلقة، أو الطاقة بتكون واقفة، ولكن بيصير مثل الدراسة للموضوع، أو بيصير مثل تحليل للموضوع، مثل فهم للفكرة، فهالشخص رح يحاول إنه بالمستقبل يفهم طبيعة العلاقة أكتر بينكم، طبيعة الطاقة بينكم أكتر، أو أيضا عمشوفه يعني رح يعمل self reflect، أو رح يشوف هو وين أخطأ بالعلاقة، شو كان دوره بأنه صعب العلاقة، أو صعب التواصل بينكم، أمشوفه أكتر رح يكون في عنده sympathy، أو تعاطف مع الموضوع، أيضا من الناحية المادية في عنده بدايات جديدة، أو من ناحية العلاقة بينكم في بداية جديدة، هالشخص عمشوف إنه هو يفكر بالمستقبل يحط مجهود أعلى، أيضا king of cups، king of cups هيدا أكتر شخص ناضج، أو مشاعره العاطفية بتكون ناضجة، لأنه king يعني أعلى مركز أو أعلى مستوى، فعمشوفه من الناحية العاطفية، تقريبا من بعض منكم رح يصير فيه التزام جدي، بهات ثلاث الكروت رح يصير فيه ارتباط جدي، لأنه في عندك ten of cups، يعني فيه إشي مثل تكوين أسرة، مثل هالشخص عم يحلم بأسرة معاك، عم يحلم بتكوين مستقبل معاك، وأيضا عندك king of cups، يعني هالشخص مشاعره العاطفية رح تنضج أكتر، في عندك هون الكروت السابقة، كروت صغيرة، يعني the full card هو أول كرت، في بداية رحلة التاروت، طاقته الحالية عم شوفه، الحالية هي طاقة عفوية أكتر، طاقة الفولية أكتر، ولكن بالمستقبل عم شوف إنه هو شخص، يعني رح يوصل إلى مرحلة من النضوج، النضوج العاطفي، أيضا هالكرت بيبين إنه في عنده بداية معك جديدة، وفيها نوع من الاستثمار، لشان هيك أنا بحكي لك إنه ممكن يكون ارتباط جدي، لأنه عندك ace of pentacles، يعني فيه طاقة أرضية فيها إشي من الاستثمار مجهود بها العلاقة، مجهود جدي بها العلاقة، يعني هالشخص فكرته معك في المستقبل رح تكون تفكير إلى المدى البعيد، مش فقط إلى المدى القريب أو شو اللي عم بيصير حاليا، لأنه هالشخص هون، الفول كارد، ما عنده أي حساب إلى المستقبل، بيعيش كل يوم بيومه، ولكن هون الطاقة في المستقبل لديه الشخص، عمشوف إنه هو ناضج أكتر، عم يفكر إلى المستقبل، بالنسبة لمستقبل العلاقة بينكم، أو طاقة مشتركة بينكم في المستقبل، بدك تنتبه أنت وهالشخص من إنه ما تماطلوا في حل بعض الأمور، أو ما تتأجلوا بعض الأمور، إذا فيه إشي أنت عم تحس فيه، صارح هالشخص، الأفضل إنه يصير فيه مسارحة بينك وبين هالشخص، أيضا البعض منكم اللي عم يتأخر، أو عم يحاول يتجنب بعض الأمور بحل هالعلاقة، فيه عندك دويل أو فورتشين، يعني فيه تدخل رح يصير قدري بإنه يغير الأمور، ويغير المسائل بينكم، في عندك أيضا تن نوف وانز، اكتمال كارما من نوعا ما، اكتمال دائرة، فرح تفوت أنت وهالشخص بمرحلة جديدة، أو المرحلة القديمة اللي بينكم رح تسكروا عليها، فيه بينكم مرحلة جديدة رح تصير، فيه عندك إيس أوف كوبس، وفيه عندك إيس أوف وانز، فيه عندك بالتأكيد بداية جديدة، تقريبا ثلاثة الوراق، إيس أوف كوبس، إيس أوف وانز، بدايات جديدة، وأيضا عندك إيت أوف وانز، تواصل سريع هون، فيه بينكم رح يصير تواصل سريع للمنفصلين، أو لأنه مش عم يحكوا مع بعض، فيه بدايات رح تكون من الناحية العاطفية، فيه بينكم رح يكون أيضا أو شغف كتير بالعلاقة، لأنه عم شوف أغلبكم بمرحلة انفصال مع هالشخص، ما كنت عم تحكي معه، فالوقت المستقطع اللي أخدته هو اللي سمح لإنك، وصبح لإنه إنه يفكر بالموضوع، يدرس الموضوع صح، وعم شوف إنه بالمستقبل هالشخص، يعني رقم يتوصل إلى استنتاج إنه هو بيته، بالفعل أنتو تعقدكم بالمستقبل بيتكم، بالفعل إنه تكونوا مع بعض، فيه عندك بداية جديدة، وفيه عندك أيضا تواصل سريع، فيه عندك أيضا تغيرات مفاجأة رح تصير، فيه عندك دورة جديدة رح تصير بحياتك، تغيرات مفاجأة أو تغيرات سريعة، فما تحاول إنه تبطئ الأمور، إذا أنت بمرحلة عم تحس، أو إذا هالشخص قدم لإلك عرض عاطفي، وإنت عم تحاول إنه يعني تاخد وقتك في حل الأمور، أو عم تحاول إنه تماطل في الأمور، لأنك بتعرف شو اللي أنت بتريده، أنا بنسحك يعني تتخذ قرار أسرع من هيك، فقط إذا أنت بتعرف شو اللي بتريده، لأنه عم شوف، كرة النصيحة هون بيحكي لك لا تتأخر في حل الأمور، لا تتأخر في المسارحة، أو بيحي الله، لكل شخص بيكون الوضع مختلف، فهمت علي؟ فإنت بتفهم شو هو الموضوع اللي أنت عم تماطل فيه حاليا، وحاول إنك ما تتأخر، حاول إنك تاخد خطوة، لأنه في عندك بدايات جديدة، وفي عندك تواصل سريع، ليجوز أنت اللي عم تعرقل هالتواصل، يجوز هالشخص بيده البداية الجديدة، وإنت اللي متردد، أو عم تتأخر في أخذ القرار. أوكي، حباري بورش العقرب، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها، وإذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك، وكومنت، شير، وسبكرا، ترجمة نانسي قنقر